الزاوية اللي أنا بشوفها وقد أكون على خطأ أنه الإعلام هو زي أي إطار آخر عم بتعرف على الأزمة عم بتعامل معها باكتشاف بنوع من العين اللي عم تكتشف أين الموضوع رايح كمان عندي الإعلاميين في أسئلة العاملين في مجال الإعلام بيعرفوش يجاوبوا الناس شو بيصير بتعوضاتهم المادية أو هل المستشفياتنا جاهزة أو هل سلطات الحكم المحلي قادرة تتعامل مع الأزمة الإعلام قادر أنه يرصد أنه يتابع وأنه يحاول يترجم على الأقل المعلومات اللي بتطلع بإسم وزارة الصحة مش بالعربة أنه نحن نعطي المجتمع المجتمعنا المعلومات اللي يفهموها ونظل نحاول نرفع الواعي لأنه يعني قال الدكتورة منال أنه الموضوع طبع التخويف بأثر لفترة جدا قصيرة بعدين الإنسان برجع إذا زرعنا بقلبنا اليوم أنه آمن أنك أنت قالوها بالإعلام أو بالسوشال ميديا نضب البيت بهذه الحدة بعد كتير محاولات لأنه خليك في بيتك ألزم بيتك أحمي إيلتك أحمي مجتمعك إحنا اليوم قدام إنتحان حقيقي وإذا ما كانش عند كل شخص بيننا في مسؤولية ذاتية تجاه نفسه وحواليه وكمان مجتمعه يعني أنا بفكر أنه مش رح نطلع من العزمة عظيم جدا هنا يمكن بحب أنوه بأهمية كمان الجود اللي عم بتسوي يوميا في بانوراما وفي تطرق للموضوع للشكل الاقتصادي لأمور دخلها في العمال والأمور البسيطة الأكاديميين حتى في حلقة يوم أمس اللي قدمتها دكتور منال كمان مرة إذا بدنا نروح على